وحشوني عملالكم نهاردة كيكا ما حصلتش سهلة وبسيطة وفي اقل من دقيقة بتلاقي نفسك عملتها وبدخلتها الفرن ازاي ما تعرفيش وبتطلع بالجمال ده حقيقي تبارك الله بيت تقطع بكل سهولة ما فيش اسهل من كده كمان مش هنستخدم حليب ولا سمنة ولا زبدة بصوا قد اقتصادية وكمان قدت كمية كبيرة اللي انتوا شايفينها تقدريت حوتيالي الولاد في الصباح وهم ريحين في المدرسة ممكن من فوق تضيف اي صوص بتحبيه كراميل او شوكولاتة او ايسنج اللي هي عجبك او يتحبيه للولاد ممكن تحطي نوتالة خفيفة وتعميها كأنها ساندويتش وتحطيها للولاد في اللانش باكس في المدرسة او انت رايحة الكلية او انت رايحة الشغل بتاكت او تحطيها مع شاي وانت بتشربيه في الصباح جاهزي بقديرك معانا دقيقة هنزل عليه بالسكر بيكينج بودر الملح الفاناليا وهقلب المواد الجافة مع بعض تقليبة سريعة كده سنيتين بالشكل ده وبعدين هنزل باتنين بيد حجم كبير اتنين بيد لازم تطلعي من التلاجة قابليها بشوية عشان مايبقاش ساعة ولا مايكتمش البيكينج بودر معايا وبعدين هنزل معاك وبالزيت وبعدين الميا تتسد بصوا المقدير قد ايه بسيطة وصهلة مفيش فيها شغل نهائي صح كمان اقتصادية ومافيش ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة ويتوبك شوية الزيت الصغنانين دول اللي هيعمله معاك قالب الكيك الكبير اوي ده وهروح بالمضرب اللي هو اليدوي بالشكل ده لا خلط ولا عجن ولا مضرب ولا اي حاجة تاتسد دون بصوا هتاكد بقى اني السكر مظبوطة عشان ما زودش تاني ما اديري مظبوطة ده قوام بالزبط اللي انا عايزها لعايزها اتقل من كده ولا اخف من كده شايفين قد ايه ودهنت القلب بتاعي من غير ما حطي ولا ورق زبدة ولا اي حاجة وانزلت بخليط الكيك جوه خطير حقيقي تبارك الله مفيش فيها اي دهون خالص وبتين بس وبدون زبدة وبدون حليب همسكها بقى اضربها ضربتين كده يعني قبل ما دخلها الفرن الفرن عندي كنت مسخنة دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 وفضلت معها بتفضل بقى هي جوه من 30 ل 35 ديئة اكتر من كده هتنشف منك فخلي بالك الفرن لازم يبقى سخنة قبلها بصوا عاملة زي اوبا حقيقي تبارك الله عايز اقولكم هي لسه خرج على طول ما سبتهاش تهدى كانت سخنة جدا 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 تقدري تقول ان دي اسرع كيك في التاريخ بتجهز كده زي الماجيك في اقل من دقيقة حقيقي تبارك الله ولا لازقت ولا قصرت ولا قطعت ولا طلع ولا طلع مكتومة وده الارتفاع بتاعها او ماي جاش خطيرة 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 هنقطحها بقى مع بعض وهنشوف وصلنا بقى للحظة الحاسمة بصوا كيكاية عاملة زي اي ده كريمي تشيز حيلة بالمية عارفين يعني ايه بالمية طلعي الكيك الارتفاع ده كله بدون زبدة بدون سمن بس بشوية زيت صغيرين كده مجردتش كأنك هتدهاني صناية وكمان اتنين بيت بس حقيقي مش عارفة قولي ايه غير انجوي احملوها بص ماشية زي بوش شكلها في النهاية يتوزع لي كام واحد في الاسرة حقيقي اقتصادية وسريعة وخفيفة ولونها حلوة قوي وزي ما قلنا تقدر تلعبي في النكهة اللي انت عايزها استخدمها امين استخدمنا الفناليا هنا هدي في الهوى الشوكولاتة اي حاجة بتحبيها بس حبيت في الصباح ان انا اخد شوكولاتة انت حطي اللي يعجبك وقدميلي الولاد وقدميلي ديوفك وافتاري بيه وفوقت الغروب ممكن تاخد اتنين كده على الماشي او معها ايس كريم فناليا حقيقي مفيش اجمل من كده انا كنت مبسوطة اوي 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 عايز اقولي ان اليوم ده عملتي وصفتين دلوقتي هنازلوكوا وصفة واستنوني في الوصفة التانية متنسوش تطبعوني على قناتي دي والقناة التانية بنازل فيديو هنا وفيديو هناك الكيك هاش خفيف قطني دي ناط انافي لها هي حاجة كده مش عارفة فلافي جميل حقيقي حلو اوي اعملوها هاسيب المعدير جوا سندوي الوصفة انجوي يا جماعة كان معكم ممالي بحبكم ودي كانت رأيتنا النهاردة الازي كيك انجوي اشتركوا في القناة